موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من ضيف التحرير هنأ جلالة الملك محمد السادس السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة انتخابها منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة والتي تضم في عضويتها كل من السيد محمد مهدي بن سعيد وسيد صلاح الدين أبو الغالي وجاء في برقية التهنئة الملكية المتمنيات الخالصة بكامل التوفيق والسادات في النهوض بمسؤوليات القيادة الحزبية الجديدة وكان المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة الذي نعقد قبل أيام في بوزنيقة قد أسفر عن انتخاب قيادة جماعية جديدة للحزب الذي أكد خلال المؤتمر عقب تعديلات همة النظام الأساسي بما ينسجم مع الأهداف السياسية الكبرى للحزب نتحدث بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ورحب باسمكم بالدكتور صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة دكتور أهلاً ومرحباً بك شكراً للدواء سينوفر حضيتم بتهنئة ملكية عبر برقية وجهها جلالة الملك محمد السادس لكم وكان فيها إشادة بنجاح أشغال المؤتمر الخامس للحزب وأيضاً منتهى إليه من صيغة فيها إرساء لحكامة تنظيمية وأداء الأدوار المؤخلة دستورياً للأحزاب السياسية في إشارة لهذه القيادة الجماعية كيف نظرتم إلى العبارات المنطقات التي كانت في برقية التهنئة الملكية؟ أولاً شكراً على الدواء وشكراً للتاقم ميديان تيفي في الحقيقة هذا شرف كبير للبرقية المولوية جلالة الملك محمد السادس حافظه الله على إثر نعقاد للمؤتمر الخامس لحزب أصل ومعاصرة جلالة الملك بطبيعة الحال نحن اليوم مني تنقرأ هذه البرقية هذه لدينا إحساس كامل بالمسؤولية التي وضعها المناضلات المناضية للحزب على عاتقنا وجلالة الملك تتكلم على الحكامة الجديدة التي رسلناها في المؤتمر كرؤية جديدة في النظام التدبيري للحزب وكذلك جلالة الملك تذكرنا مرة أخرى بالدور الأساسي لأحزاب السياسية ألا وهو تأطير المواطنات والمواطنين ولكن كذلك الرجوع إلى نبل العمل السياسي وهذا هو اللي افتقدنا له منذ سنوات بصفة عامة في المشهد الوطني السياسي نبل الفكر السياسي وهذا اللي كانت مننا إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نجحوه في الرجوع إلى هذه المسألة هذه لذكر جلالة الملك صحيح وكان هناك إشادة بمناسقة القيادة الجماعية سيدة فاطمة الزهراء المنصوري ويعني مما تضمنته برقية جلالة الملك من عبارات لنا اليقين من أنك بفضل ما تتحلين به من خصال إنساني يوم هو مشهود لك به ومن كفاءة وتجربة ومعهود فيك أيضا من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثواء بيتها ستواصلين العمل في إطار مهامك الحزبية الجديدة من أجل تعزيز مكان حزبك وترسيخ انخراطه الفاعل من موقعه السياسي في النهوض بما ندعو إليه من ضرورة توطيد الثقة ومصداقية الهيئات السياسية وهذا يقودنا للحديث القيادة الجماعية هل جاءت نظرا لأزمة داخلية أم جاءت وفقا لتوافقات داخلية أصفرت عن تعديلات في النظام الأساسي من أجل أن يظهر الحزب بشكل أقوى ويستعد للرهانات التي وضعت في الوثيقة السياسية أو ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر أول حاجة سينوفل هو جلالة المالك من يذكر الأخت فاطم الزهر المنصوري يذكر كذلك المرأة المغربية وحنا في حزب أصر المعاصرة غير في هذا المؤتمر هذي رخرجنا برئيسة مجلس وطني شابة نجوى كوكوس أستاذ نجوى كوكوس والأخت فاطم الزهر المنصوري كقيادية ومنسقة للقيادة الجماعية مكلفة بالعلاقة مع المؤسسات إذن هذا في حديداته حزب الأصر المعاصرة كان دائما منذ نشأديله إلى يومنا هذا يعطي واحد القيمة رائعة ومهمة جدا للمرأة فيما يخص المؤتمر الوطني الخامس بالفعل أفرز المؤتمر بعد نقاشات واسعة داخل اللجان السياسية والتنظيمية والنقاشات الحادة بمختلف السياقات التي تنعيشها على المستوى الدولي والوطني والحزبي في البيت الداخلي على فرز واحد اختيار أو واحد الخيار جديد لقيادة حزبية خيار توافقي كان؟ هذا الخيار كان نقاش حول ما هي سبل التدبير الحزبي الذي يريدنا في المستقبل والمرحلة المقبلة بعدما دوزنا واحد من المراحل عادية بالمؤتمرات ديالة اليوم المؤتمر الوطني الخامس أعطى صلاحيات لجيل جديد من القيادة ولكنه سبق هذا التاكتيك السياسي كما سمي لا احنا ماشي بالنسبة لنا احنا تاكتيك هذا جيل جديد اللي ترعرع منذ 15 عام 15 عام منذ نشأة دي الحزب في المبادئ دياله ترعرع في الصفوف دياله بالوطائق المذهبية دياله إليه من هذا هذا جيل دخل عنده 25 سنة 30 سنة كانت عندينا 36 سنة اليوم بعد 15 سنة من التربية والممارسة والأخلاقيات والصعود في مراكز القرار أصبح هذا الجيل قادر على تولي المسؤولية فالمؤتمر ناقش المواضيع وكان عنده اختيار واش غنمشيه بالطريقة الكلاسيكية ديال آمين أو آمينة عامة كيف ما هو في العراف أو لا غننرفعه واحد تحدي ديال التغيير لهذا الجيل الجديد جابيه واني كان نقول جيل جديد سينوفل تنتكلم على أفكار جديدة نعم نمط جديد مقاربة جديدة تنظيمات جديدة فكل هادشي اللي بغن ندخله فيه كان لابد يكون جيل جديد اللي غي يحمل المشعل ديال هاد القيادة الجماعية هذه القيادة الجماعية مؤقتة أم أنها ستواصل هذا القيادة الجديدة الجماعية للأمان العامة هذا هو الاسم القيادة الجماعية للأمان العامة نعم عندها صفات الصفة الأولى أنه ماشي مؤقتة هذا تم انتخابها في المؤتمر لمدة أربع سنوات إذن ستواصل لغاية المؤتمر إذن ولاية كاملة هذه مسألة الأولى مسألة تانية فهذه ثلاثة ديال الأشخاص اللي هما أولا ما كينش فرق بيناتهم فيما يخص تارات وبيت الصلات تانيا يتقاسمون نفس المسؤولية ونفس المهام وهناك تزيد تعطيهم أكتر شرعية في اتخاذ القرارات وثالثا تتكون هذه المشموعة إذا كان فاشي خلاف فراكين الألية الديمقراطية تصويت لصدق عليها المؤتمر ديال الأغلبية هذه مسألة ديال الصفة كين مسألة أخرى السينوفيل تتعلق بالمميزات أو للإيجابيات ديال هاتضمت اللي اخترت هاد الألية الجديدة اللي هو كألية جديدة ديال التدبير الحزبي شنو مكين ربعة اللولا هو أنه انتهاء مع واحد المفهوم السينوفيل ديال الزعيم السياسي شخصانة الحزب يعني نحن نتعاملون اليوم بقيادة جماعية للأمان العام نحن ما عدناش هذا الفكر كجيل جديد ما عدناش المسألة للزعيم السياسي المسألة الثانية هو النجاح المشترك وكل أمي العامل أسمحت ليس يا أبو الغالي سمعني نكمل لك النجاح المشترك اليوم ما تنقلبوش على نجاح ذي الفرد أو زعيم هذا الجيل الجديد اللي كي طلبوا به المجتمع المدني والشباب بغى نجاح مشترك ما نقلبوش على إبراز ديال واحد الشخص أو الفرد المسألة الثانية كتعلق بالارتياحية في اتخاذ القرارات اليوم هالثلاثة الأشخاص اللي تمثلوا هالجيل الجديد هالده الارتياحية مهمة جدا وإحنا مقبيلين السينوفيل على إعادة بناء الحزب لأن الأسس دياله صلبة ولكن من يتكون شي شق ولمن يتكون شي حاجة مهرسة أو شي حاجة اللي خستتعود احنا عدنا الحمد لله الأسس كينا ديال مبادئ حركة لكل ديمقراطيين ولكن اليوم احنا لاحظنا أنه كين واحد اختلالات كينش أمور اللي احنا ما راضينش عليها ما وصلتش لحد الأزمة شوف نسمح لي هذه الكلمة للأزمة أولا أنا ما عنديش فهم مشكلة ما عندناش موركب نقص بالنسبة للأزمة لأنه الحزب من نشأة دياله سينوفيل تبناه على أزمة ما نهر له لا يومين هيدا لا من أزمة نشأة دياله كانت عزوف سياسي نعم كانت محاولة تهديد التعددية الحزبية السياسية واحتكار المشهد السياسي من طرف فاعل واحد وكان ابتعاد واحد النخب والشباب والأطر من العمل السياسي هادشي كله نهر لول احنا دارت هاد نشأة بناءنا علىها ما يهدد هاد تعدد الحزب السياسي أما فيما يخص قلت لك هاد المميزات ديال هاد القيادة الجماعية فكذلك المسألة قلت لك القرارات ديال إعادة بناء هذه القرارات ستكون في الأسابيع والشهر المقبلة مهمة جدا لأننا وحنا وعين وعندنا الإحساس العاميق أنه الحزب ديالنا الأسوص دياله صلبة لكن ضروري إعادة بناءه في كل الأوراش المتعلقة بالعمل والممارسة معجل مسألة البناء التي كانت بمثابة مسرح لإلقاء الاتهامات على الحزب هو أن هناك معتقلين اليوم في القضاء بسبب مجموعة من التهم وربما كنت قد قلت ذات اليوم بأن الخصوم يسعون لشيطانتنا هل أعطيتهم اليوم سبب لهذه الشيطانة وأن كنت قد أضفت بأنكم أتيتم أيضا لمحاربة قوى الظلام والشهر التي تقتات على الجهل وتقدسه كما قلت في عباراتك وقلت أيضا في المؤتمر الصحفي بأنه خلال المؤتمر العام بأنه لا يوجد ملائكة في إشارة إلى أن أيضا هناك أحساب أخرى يعني يتابع يتابع منتمون إليها بالفساد شوف سينوفل العمل السياسي هو مبني على تدبير الأزمات الأزمات اليوم ما تسخلعناش إحنا عايشين تندبروا مراحل الأزمات منذ نشأة ديناها دي 15 سنة روح المشروع كانت جيدة جدا ولازالت هي صلوب الموضوع نعم لكن في المصار السياسي ديناها 15 سنة تبين على أنه كانت انحرافت هل هي قلتو غير يكون لجنة أخلاقيات وأي ماشي فقط لا توجد تسكيات هذه القيادة الجماعية التي تكلمت عليها بصفات ديالها ثلاث والإيجابيات ديال هذا النموذج دي القيادة الجماعية عندها شروط للنجاح الشرط الأول هو أنه واش قادرين على تجويد هاد الرغبة من تغيير تخليق الحياة السياسية من خلال تخليق الحياة العامة والسياسية نعم وحنا مستعدين اليوم وقلتناها البارح في الندوة الصحفية أنه ما بين أول أوراش اللي غد تكون تنزيل ديالها هو آليات تنزيل تخليق الحياة السياسية من خل من خلال وضع آليات ديال المكونات ديال المراقبة ديال منحة دزكيات لجوء إلى لجنة الأخلاقيات من أجل الفاليدازيون ديال أي دزكية نعم كيف مكنها ثم تتبع والمواكبة لمؤسسة المنتخبين اللي خصاة يتظهر في أقرب الأجل من أجل تتبع الرهانات وأهداف التمثيلية الشرعية للمنتخب في دائرته المحلية شنو يقول لأنه ماشي معقول أنه هو واحد ياخد دزكية نعم ويمشي دير ما بغى صحيح ما يمكنش تمشي بتزكية ديال حزب ودير ما بغيتي اللي حزب الليوم الأصاله معاصرة عنده مبادئ عنده أخلاقيات عنده أهداف واستر أهداف المستقبل الليوم كان جيل جديد اللي بعد ما خمسة عشر عام ترعرع وتعلم واخدام مناصب مسؤولية الليوم هاد الجيل الجديد خدام لكوموند وغيتول زيما الأمور وبالتالي حنا اليوم غادي نوضع الأليات للتدبير المرحلة المقبلة لأنه المغرب اليوم السينوفل عنده واحد رهانات أخرى صحيح مستقبلية تختلف مع السابق وهذا يقولني عدنا 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 ممكن أن تقدم لنا خطة عمل القيادة الجديدة باختصار لا على مستوى المشهد السياسي لا على المستوى الداخلي للحزب ولكن أيضا على مستوى انخراطكم في الأغلبية الحكومية الحالية الأغلبية الحالية هي مستقرة وزراء يشتغلون أحسن اشتغال وكانت مناسبة في المؤتمر أنه تنقشت الحصيلة في الحكومة وتنقشت في المؤتمر وفي الليجان مدى الطلاع عن مختلف الأوراش التي عند كل وزير في قطاع ما بين بعض القطاعات حزب أصال ومعصال التي تحمل مسؤوليتهم الحمد لله اليوم تضع السؤال وش هذا المؤتمر سيغير ملائم الأغلبية احنا قلنا أبدا اليوم كانت أغلبية مستقرة كانت منها تواصل العمل لكن حزبنا في البيت الداخلي كانت مناسبة في المؤتمر لأنهم طرحوا إشكاليات ومعندنش مرقب نقص نقشنا جميع الملفات بما فيهم القضايا اللي فهم بعض المتابعات لبعض إخوان لأنه هذه مسألة طبيعية في أي حزب سياسي كان ممكن يكون تجاوزات وممكن اليوم كان قضية تروش في الساحة الوطنية في متابعة شخصين من حزب أصال ومعصرة القضاء يأخذ مجرأة لن نقبل أنه نجعل جميع عضاء ومكوينة حزب أصال ومعصرة كلهم متهمين لا يعقل في أي ذات في أي جسم في أي حزب يمكن أن يكون أفراد وراها مازال حتى تبوت الإدانة بتاعهم نعم قارنة البراء ولكن المنافسين اليوم تحاول يستغل هذه القضية ليس أجل زيما تهيم مغاربة لأن الحزب كله فاسد هذا ممكن وغير معقول وشفنا المنافسين دينا أنا كنت أسف أنه أمين عام ورئيس حكومة سابق يخرج يومين قبل المؤتمر دينا ويوز اعتهامات خاطرة جدا أجابته السيدة فاطمة زهر المنصور يتحدث عن سيد بن كيران حين قالت بأن إن لدي هدلي بإمكاني الذهاب إلى القضاء شف أنا كان تأسف أنه رئيس حكومة سابق يتكلم بهذا الكلام خاصة أنه كيف ما قالت أخت فاطمة زهر المنصور القضاء قابض مجرح لكن باش نتهم حزب بأكماله بتهمة خطيرة لهذا المستوى هذي أولا سيد البل كيران باش نقول الاسم دياله مباشرة كان رئيس حكومة وكانت عنده جميع الأليات وكان بالتالي رئيس السلطة الإدارية سينوفل كان عنده خصو يتم الاستماع إليه ربما يفيدنا بالمعطية اللي عنده اللي ما عندناش ولكن أقول سيب الكيران ممكن ينتقد حزب الأصال المعاشرة ممكن ينتقد المشروع ديالنا يمكن ممكن ينتقد كيف مبغى الوزارة ديالنا ولكن لا يمكنه باش يتطاول على الحزب وجميع مكونات السينوفل الحزب الأصال المعاصر لن تسكت نهائيا وأبدا لهذه الاتهامة الخطيرة واسمح لي السينوفل التجار مخدرات سيهرس ممكن أنه يهرس جيل كذلك وحد تجار في الدين اللي ممكن يهرس أجيال نعم وأنا كنوضعهم جوج في نفس الخانة الإجرامية التجارة بالدين التجارة مخدرات لأنه جوجهم يخدرون العقول ونحن رافضين هذه الاتهامة نهائيا وكان نظن أنه أكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع لأنني السينوفل أحترم سيب الكيران لأنه وجب عليه احترام لأنه رئيس حكومة سابق في أكبر مؤسسة في المملكة يهي حكومة الجرية المالك ولكن هذا ما سنقبله أبدا جزء من كل هذه السريحات وهناك قرينة البراءة تحضر وكما تفضلت في قيادات الحزب تثيقون في القضاء المغربي وأيضا كان هناك نعكاسات على مستوى إجراءات اتخاذها داخل الحزب من أجل تخليق الممارسة السياسية السيد المنصوري تحدثت على أن مسألة الخروج من الحكومة والأغلبية يعني شروطها وظروفها غير متوفرة بمعنى أن أنتم جزء من أغلبية منسجمة مستمرة في العمل مع حكومة السيد عزيز أخنوش أنا أسبق لي قلت لأنه اليوم المؤسسات ديال الحزب ركت تشتغل المجلس الوطني هو برلمان الحزب نعم هو اللي يأخذ القرار أو لا ديال المشاركة في حكومة أو لا المؤتمر سيد نفسه المجلس الوطني حسم سابقا في المشاركة لا زال النفس الموقف ما عندناش أدل إشكال لأن هناك تعليقات على الأداء وكن في داخل الحكومة يعني جات من السيب نشمش مش من رجل بعيد أمين عام سابق اليوم أنا سنقول لك الأداء ديال الوزراء ديالنا مشرف وجد مشرف نعم ولازلنا في الحكومة سي عزيز أخنوش ولازل يهمنا الاستقرار الحكومي لأنه سنفل الله يجازك بخير الرهانات المستقبلية والتحديات التي تتعيش بلدنا أكبر بالكثير من حسابة الضيقة ديال محاولة زعزعة استقرار حكومي نعم ما عندناش الوقت لهذا شي ما غدخلوش المزايا هذا الجديد لاخد القيادة الجماعية للأمن العام الحزء المعاصرة سيصهر على رفع تحديات المستقبل والإجابة إلى تطلعات المغاربة في التعليم والصحة والأوراش الكبرى اللي جلالة الملك تلقها لأنه المشروع الملكي ديالأوراش والنموذج تنموي كيف يبقى هو أسمى رهان خسنا نتعاونه كاملين باش نوصلوا لريهان لبغاية جلالة الملك هذا هو المشروع ديالجامع الأحزاب ما يبقى شي واحد يحاول يطلع أو يركب على شي مشروع المشروع الواحد للأحزاب السياسية اليوم خسنا يكون هو مغريب الغد هو مغريب المستقبل والرسالة الملكية كانت واضحة أنه ترسيخ ما كانت الحزب ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني داخل المملكة ناقشتم حصيلة السيد عبداللطيف وهبي وكقياد في الحزب يعني في السابق وفي الحاضر بكل صراحة كيف تنظرون لعهدة السيد عبداللطيف وهبي صراحة أنا أسبق لي قلت في واحد الحوار السيد عبداللطيف وهبي هو قيادي وأمين عام ديالنا أنا شخصيا قلت أنه أكينا له كل احترام وتقدير واختلفنا معاه داخل المكتب السياسي ولكن اختلفنا باحترام ووفر لنا واحد الجو واحد البيئة ديال النقاش رائعة جدا واختلفنا وبقينا ليالي في نقاشات داخل المكتب السياسي لأنه هذا هو الميزة التي تتعجبني في حزب أصر المعصر هو أنه ممكن أمنه باختلاف الرأي تنأمنه بتعدد الأفكار تنأمنه بالتعددية السياسية وفشق القبيلة أنه عشنا من نهر لول بناء الأزمات لأنه يجبنا نحافظ على التعددية السياسية كنت من أطرق وهذه التعددية السياسية احنا رسخناها ونزلنا في تعددية الأفكار داخل أصرهم وأصرهم كنت في نداء المستقبل رفقة قيادات حزبية قلتوا في مرحلة ما لإصلاح بعض الإعوشاج الذي كان يعاني من أفكار نعم ولكن هذه حيث طبيعية لأي حيث نهارجا في عام 2000 نداء المستقبل سندنا الأخ الرئيس سي عبدالطيف وهبي في 2020 نعم سندناه في تيار المستقبل وكنت ما بين الموقعين ثلاثة الأولين صحيح بعدما الأخت فاطم زارة من سورة كانت لإسم ديالي وكان إسم مهدي بن سعيد ولكن مشينا في توجه ديالعنا هنا أذكر ربع سنين ديال 2020 2014 الحمد لله داست في أحسن الظروف رادونا عن الحصيلة تحت قيادة الحصيلة رادونا عليها جدا والحمد لله كانت إشادة بسي عبدالطيف وهبي في المؤتمر وحضر من الأول حتى الأخير واليوم كيف ما قلت هذا مشعل تسلمه جيل جديد من القيادة الحزبية اللي بدأت في النشأة ديالها وصلوا واصلوا إن شاء الله النضال إلى أن إن شاء الله المجلس الوطني يقرر أنه تكون شي حاجة خرافة في المستقبل إن شاء الله إن شاء الله مما قاله أيضا السيد مهدي بن سيد أنه تمرين ديمقراطي مهم وصحي فيما يخص ما حدث في المؤتمر الوطني الخامس وأنت تتحدث منذ بداية الحوار على أن هو جيل جديد هل هو بالفعل نفس جديد في الأصالة والمعاصرة وهل ما يقدمه وزراءكم في الأغلبية الحكومية برلمانيكم ومستشاريكم على مستوى البرلماني بغرفتيه حضوركم في مجموعة من الجهات والجماعات وأيضا حتى الغرف المهنية بما تقدم اليوم من حصيلة بعد انتخابات الثامن من شتنبر وصولا إلى الفارق الزمن الذي يفصلنا عن 2026 فترة زمنية كافية لن أقول لضخ دماء جديد أو نفس جديد داخل الحزب ولكن للحفاظ على مكانته أو التقدم إلى مكانة أفضل السينوفل ما شي فقط التي تهمنا في هذا القيادة الجماعية الأمن العامة مع الأخت فاطم زهر المنصوري والأخ مدي بن سعيد ما شي فقط تهمنا انتخابات المقاعد بكل صراح نحن واحد الجيل ما تنأمنوش فقط بالمناصب وهي المقاعد مقياس حضور الأحزاب صحيح ولكن ما شي بأي تمانة السينوفل لا لا أقول أنا على الطريقة الله يخلك دوزنا عشر سنوات في المعارضة وترعر عنا موندن شاءت في الحزب وتحملنا عدة مسؤوليات وشفنا وكنا كان راقبو وكان رائعي وكان شوفه وانا بسيغفه وحال محاجة ما كانش كتعش بنا وقلنا أنا قلت من الناس اللي بحال فاطم زهر ومهدي بن سعيد قلنا أنه ما تتهمناش المقاعد بقدر ما يهمنا إرساء واحد القواعد الممارسة سياسية مختلفة ونرجعو إلى روح مشروع حركة كل ديمقراطيين نعم هذا وليه تتهمنا اليوم فنتكلمت لإعادة البناء لأنه كنا أسس صلبة لكنت كان نرسلوا واحدة الإرسالية للناس اللي خصنا نرجعهم اللي كانوا تآمنوا بهذا الفكر سيعود لبعض ممن غادروا سفينة البام شوف أو مش يغادروا مش يغادروا توارعوا عن الأنبار كل اللي بتعدوا نعم ولكن ربما حالفة حيالي شفناها في مؤتمر تعود وتحضروا ربما عندهم الحق لأنه كانت من حرفات هاتش علش قلت أنه الجيل الجديد بغي يوضع حد ما هاتش الممارسة وغي يكون اللجنة الأخلاقيات غادت فالدي جميع دسكات قبل ما تتمنح وكان ورش تنظيمي جديد دير إعادة النظر في التنظيمات الجهوية كانت بعد تعديلات جات في هذا المؤتمر حد في ما يسمى باللجنة الفيدرالية غادي نعود إرساء جميع القواعد دير التنظيمات كلها على مستوى الجهات بما ذلك من السكن الجهويين والمكتب السياسي دخلنا المكتب السياسي بصفة منظمة الشباب منظمة النساء أكاديمية برئاسة خشيشن إحداث أكاديمية اللي كانت فكرة بالسابق ولكن اليوم قد نوفر لها الإمكانيات والفضاء بشتغل وعطينا الرئاسة ديالها الأستاذ خشيشن المؤسس ما بين المؤسسين آخرين أستاذ أحمد خشيشن علاها شا سينوفل علا شاة الأكاديمية ديال التكوين الفكري ديال السياسي البامي لأنه اليوم تنتكلموا على أجيال صعيدة تنتكلموا على النويوت ديال الفكر البامي لأنه خصنا نوجدوا الأجيال المقبلة فلهذا اليوم خصنا نبدأوا مرحلة أخرى دوزنا 15 سنة تعلمنا فيها ترعرعنا فيها أخذنا في المسؤوليات عشنا أزامات دبرنا زعم المراحل صعبة جدا منحتش نذكرك بالعشرين فبراير شوف واخذنا معارك لتصدي لتصدي لمن كان يهدد التعددية السياسية من أسميتهم قوة أنجحنا لأنه سنحارب دائما التطرف وكيف فكر الوحيد والتوجه الوحيد وتدافعون عن التعددية شكرا جزيلا لك دكتور صلاح الدين أبو الغالي شكرا لك وأنت عوض القيادة الجماعية الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة شكرا لك شكرا لحضورك معنا الشكر موصول لكم ومشاهدين على حسن متابع لكم أجمل تحية إنما كنتم إلى اللقاء شكرا للمشاهدة